نهاية القصة التاريخية لحسن عموتا مع المنتخب الأردني وتعيين محل له جمال سلامي ولكن هيدا مش نهاية قصة المنتخب الأردني عكل هالإنجازات لعموتا نهاية كأس آسيا 2024 التأهل عكس آسيا 2027 وتصدر مجموعته ووصول للدور الثاني من تصفيات كأس العالم ما كانت الأفضل بالنسبة لإليه وبنظري أفضل إنجاز لعموتا أنه طور جيلي بيعتبر جيل دهب للأردن بقدم أعلى المستويات بحارب وبقاتل من أجل المنتخب إن كان بيحلم إنه ممكن نشوف الأردن بكأس العالم وبشخصية هيك فريق طبعا طبعا قدرين يوصلوا سير اعتبروا إنه عموتا هرب وترك المنتخب بأكتر وقت كان بحاجة لإله ومنهم قالوا إنه قدم أفضل ما عنده وبيحق له يقرر مستقبله أنتوا شرائكم بالموضوع وهل رح يتراجع مستوى الأردن من بعضه ترشيحات من إحسين عموتا جمال إسلامي المغري رح يكون مدرب لمتخبنا الوطني الجديد شو اللي قاعد بتحكيه صالح ومعقول إحسين عموتا رائح؟ نعم يا جماعة إحسين عموتا مجددا يذهب ويغادر ونحن في أمس الحاجة إليه كما فعلها قبل ذلك عدنان حمد اليوم إحسين عموتا يوجع المتخب الوطني أنا ما بقدر أحكي له غير شكرا إلك قدمت أداء جدا رائع لكن أتى بكبير على الاتحاد الأردني وين كانت الخطة من الأساس أنه هذا المدرب يستمر حتى نهاية التصفيات وحتى الوصول إلى كأس العالم أنا صدقا خايف كثير نرجع لفترة عدنان حمد وحسام حسن ونفوت في هذه الدوامة أنت يعطيني رائعك وخبري إلا بتعرف عن جمال إشي ولا لا أنا ما أعرف صراحة يا أخوان الشعب المغربي كله قاعد بمدح بالمدرب الجديد لمنتخبنا الوطني الكابتن جمال سلامة وبحكي إنه هذا المدرب لا يقل في قدراته الفنية عن الكابتن حسين عموتا للعلم وللي ما بعرف الكابتن جمال سلامة إجابة توصية من الكابتن حسين عموتا وللأماني وبعيدة عن موضوع تدريب منتخبنا الوطني الكل بشهد بأنه المدرسة التدريبية المغربية هي واحدة من أفضل المدارس التدريبية بالعالم حاليا وأكيد كلهاتنا شفنا المنتخب المغرب الشقيق شما بكأس العالم رابع كأس العالم وشفنا الكابتن حسين عموتا شو صنع مع منتخبنا الوطني للأماني أنا جدا متفائل بالكابتن جمال سلامة حتى بالشكل بشبه الكابتن حسين عموتا وبالنهاية بنرجع وبنكرر شكرنا للكابتن القدير الكابتن حسين عموتا على كل شيء قدمه للكرة الأردنية شكرا حسين عموتا الاتحاد الأردني يصدر بيان بالموافقة على استقارة الكابتن حسين عموتا وتعيين المغربي جمال سلامي مدربا للمنتخب الأردني راح المغربي وأتى مغربي ونفس العقلية ونفس الأداء إن شاء الله راح لحسين عموتا شكرا حسين عموتا خبر سيء لجمهين الكرة الأردنية رحيل مفاجئ وخبر الصادم للمستوى والمشوار الجميل الذي قدمه مع المنتخب الأردني مستوى رائع أداء كبير للمنتخب الأردني تطول للكرة الأردنية مع الكابتن حسين عموتا ولكن راح لليوم وتم تعيين مدرب آخر له السيفي خاص به وإنجازات رائعة تسجل بإسم الكابتن جمال سلامي وإن شاء الله بالتوفيق مع المنتخب الأردني سبق وانتوج بلقب بطولة الدول المغربي مع الرجاء وتوج أيضا في بطولة كأس أمام أفريقيا مع المنتخبات لللاعبين المحليين بالتوفيق للكابتن جمال سلامي مع المنتخب الأردني إن شاء الله مشوار مستمر ومسيرة مستمرة ما زال موجودين الشباب مستعمري وانعمات وعلوان والعرب وإحسان ونزار وكل الشباب موجود إن شاء الله ويبقى المنتخب الأردني بمن حضر وإن شاء الله راح نزل حلقة على الموقع الأحمر عن الكابتن جمال سلامي أدخل على الباي وموجود رابط القناة أدخل على القناة واشترك حتى تنزل الحلقة إن شاء الله وإنشاهدها مع بعض سلام يعني أنت المدرب الجديد حس هو مدرسة مغربية نفس عموتة يعني وأتوقع الاتحاد الأردني منيح إنه جاب مدرسة مغربية يعني تخيلوا مثلا من المغرب نطع الشرك راح على مدرسة مختلفة تماما لا منيح اللي عملوه جود بس يخلين شيء بصير والله ما يعني كله خير إن شاء الله وإن شاء الله لعبتنا ومدربنا الجديد شكرا سمونسيت بس هو مغربي هو بيشبه عموتة ترى كوبي بيس بس مع نظارة إن شاء الله إن شاء الله يعني سلام عليكم الاتحاد الأردني طبعا عشان ما يزاعر الشعب وما يحسسنا أنه غادر راح جاب مدرب مغربي كمان وشبه ونسخة منه حسب كلام الجمهور المغربي لحد الآن وحسب إحصائيات المدرب الجديد ترى ما كنت أعرف عموتة قبل ما يجع الأردن وحاليا ما بعرف جمال سلامي بس حسب الكلام مدرب راح يكون كبير وكبير كثير راح ينجز نفس اللي ينجزه حسين عموتة بإذن الله وأفضل حسين عموتة مدرب كبير وكبير كثير وتحية لحسين عموتة مرة ثانية يا جماعة بس ما بد أقول المنتخب الأردني يوصل عموتة لوان بإذن الله المنتخب مع عموتة وغيره بإذن الله راح يوصل لبعيد كل الناس اللي استهانت بالمنتخب الأردني وقالوا المنتخب راح يودع بعد ما راح أموتة وما راح يوصل لبعيد بإذن الله لعبين منتخبنا راح يكونوا قدها يا جماعة اذكروني بإذن الله بيوم الأيام راح نحكي معكم لما نكون مكسر على بسميا مدرب مغربي جديد لمنتخبنا الوطني الأردني بعد مغادرة حسين عموتة من تدريب المنتخب الأردني وكلنا زي ما عرفنا حسين عموتة غادر المنتخب الأردني وبديله هو المغربي جمال السلام فاتمنى من المتابعين من دولة المغرب الشقيقة أنهم بتحكولنا شو وضع هذا المدرب وتحكولنا أي أخبار جميلة عنه للأماني ما بعرف أي شي عنه وإن شاء الله بنشوف على وجهه الوصول لنهائيات كأس العالم إحنا كأردنيين حرام تكمل معنا إحنا كأردنيين حرام يزبط معنى إشي في الدنيا إحنا كأردنيين حرام نحلم يعني أنا مش فاهم عليك يا حسين عموتة إيش معنى هسه قررت تستقيل يا أخي من بعد ما قربنا عشان نتأهل لكأس العالم وعلى بعد خطوة واحدة بس قاعد بتقدم استخالتك فجأة هيك والله العظيم أنا يعارف عنك المفروض ظليتك بس على الأقل عبينما المنتخب الأردني يتأهل عموما شكرا لقى لك ما قسرت بس والله العظيم مش موقف اللي انت عملته بتوفيق لعموتة ويا رب المدرب الجديد للمنتخب الأردني يكون أحصى من عموتة لا بالله عليك هذا الكلام معقول أو مو معقول مقبول أسباب شخصية يعني بهيك مرحلة وبهيك وقت ينفصل لحسين عموتة عن منتخب النشامة اللي هن الاتنين للأمانة مدرب ممتاز منتخب ممتاز مكملين بعضهم شو اللي صار هل ما حدا بيعرف هذا المدرب سلامي اللي اسمه جمال سلامي كمان هو مغربي ما بعرف أنا والله اللي لأمانة عنه شي هل هو يعني بس نتمنى له التوفيق مع النشامة النشامة فريق كامل متكامل بس دائما بكرث القدم يا أخي المدرب اللي لعيبة بترتاح معه هي بتعطي معه بتكون مرتاحة وكل واحد فهمان شو دوره وان كان المدرب وان كان اللاعبين وان كانت اللي قاعدين على الدكة وان كانت الادارة فاللي صار للأمانة مو معقول وبدو تفسيرات حقيقية لتواجه الشارع الأردني جمهور الأردني جمهور زكي وبيفهم كرة ما بتقدر تقول له والله لأسباب شخصية مبارح كنت عم يعني حققته نتائج يعني أنا على فيديو من الفيديوهات حطيته توقعت التأهل لكأس العالم وبسهولة يعني وبسهولة نهاية فترة كانت ستكون تاريخية بتمنى مع سلامي تكمل الفترة وتكون تاريخية ويتأهلوا النشامة للمنتخب الأردني للأمانة فريق بيستحق وقتلي بتقول نشامة وبتقول سود الرافدين تقعد تتفرج مضطمن ستقول لك كلمة أنا لو عم تفرج على مباراة العراق أو مباراة الأردن وخسرانين بهدف أو بهدفين عندي يعني عندي هاجس أنه رح يرجعوا للمباراة ويفوز هالمنتخبين ما احترامي لباقي منتخبات الأندية العربية أنا بالنسبة للغالية المنتخبات الأوية اللي ما جدال عليها مصر والمغرب يعني للأمانة دول مغرب العربي يعني كنت عم تحكي عن جزائر تونس كلها الأفريقا هي أحسن مننا بآسيا بكتير يعني فيه فرق يمكن الاحتراف عندهم هو اللي رفع سقف اللاهبين بهذه الطريقة بس كنا متمنين لحسين عموتة يعني وكنا بنعرف بدأ بدايات مو حلوة مع الأردن ووقت اللي بلشت تصويات عمل نتائج بتاخد العقل بالتوفيق لسيد جمال سلامي بالمعركة القادمة كنا بنتمنى يستمروا هالتوأم عموتة والنشامة مع بعضهم لنشوفهم بكأس العالم سلامات ترجمة نانسي قنقر